اثانية صباحا اثانية عشرة بتوقيت جرينيتش موجز اخباري جديد يأتيكم من القاهرة اهلا بكم تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي استفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية واعمار سيناء استعرض الرئيس السيسي المعدات التي استفت بساحة العرض في منطقة وادي الملاك في التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية والتي سيتم استخدامها في تنفيذ خطة الدولة لتنمية واعمار سيناء رافق الرئيس السيسي خلال الجولة التفقدية رئيس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة اكد الرئيس السيسي ان الارهاب في سيناء كان يعيق الحياة وليست تنمية فحسب وخلال فعليات تفقد استفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية واعمار سيناء شدد الرئيس السيسي على ان ما تحقق على ارض سيناء تحقق بفضل الله والجيش والشرطة وابناء سيناء المخلصين كما شدد على ان تكلفة عمل بنية اساسية بسيناء كشبكات الطرق ومحطات الكهرباء وغيرها مرتفعة جدا مما اعاق التنمية فيها خلال السنوات الماضية كما اكد الرئيس السيسي ان تكلفة التنمية في سيناء تراوحت بين 40 و50 مليار دولار خلال السنوات الماضية مضيفا ان التكلفة كانت ستتضاعف اذا تم الشروع في تنفيذ مشروعات التنمية خلال الوقت الحالي كما اشر الرئيس السيسي الى انه يجب ان لا يتم توجيه الشكر الى اهالي سيناء بالكلام فقط بل بالاهتمام والعمل مشددا على ان تضحيات اهالي سيناء محل اعتبار وتقدير واشر الرئيس السيسي الى ان ما يتم من تطوير لا يقتصر فقط على العام الجاري او العام المقبل بل يمتد لسنوات طويلة مقبلة مضيفا ان الهدف من توسعة ميناء العريش ان يكون لدى الدولة ميناء عالمي وعضعه على خريطة موانئ مصر على ساحل البحر المتوسط وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الى مطار الدوحة الدولي على رأس وفد رسمي الرفيع المستوى في مستهل زيارة عمل لدولة قطر ويرافق رئيس الوزراء خلال زيارة وفد رفيع المستوى يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والمالية والتجارة والصناعة ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثل عدد من الجهات المعنية تأتي تلك الزيارة في اطار حرص البلدين الشخيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك حيث تشمل زيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسؤول البلدين وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الدولي يتوجه سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين الى كل من سوريا وتركيا جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية حيث تستهدف الزيارة نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهم الشقيقين عقب كارثة الزلزال ومن المنتظر ان يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين وان مصر حكومة وشعبا لا يمكن ان تتأخر يوما عن مؤازرة اشقائها اجتمع مسؤولون رفيع المستوى من الاردن ومصر واسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة في مدينة العقبة بالاردن وعقب الاجتماع اعلن المشاركون تأكيد الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم كما اكدت الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الاجراءات الاحادية الجانب لمدة ثلاثة الى ستة اشهر واشمل ذلك التزاما اسرائيليا بوقف مناقشة اقامة اي وحدات استيطانية جديدة لمدة اربعة اشهر ووقف اقرار اي بؤر استيطانية جديدة لمدة ستة اشهر واتفق الاطراف الخمسة على الاجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ في مصر خلال مارس المقبل لتحقيق الاهداف المذكورة اعلى هذا واعتبرت مصر والاردن والولايات المتحدة هذه التفاهمات تقدما ايجابيا نحو اعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتعميقها وشكر المشاركون مصر على دعمها ودورها الاساسي ومشاركتها الفعالة للتوصل الى تفاهمات ادت الى هذا الاتفاق نهاية الموجز والمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترانيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة ولكم تحياتي عمر شهاب شكرا لكم اشتركوا في القناة